اهلا بكم في راديو الثانوية اتكلمنا في الفيديو اللي فات عما ادخلنا الى عالم الكهربية ويعني اصلا طيار او فرق جهد ولو ما شفتش الفيديو هتلاقيه في ديسكريبشن في اول لينك تحت اذا عانى الان موعد اعلان مفهومنا الجديد في عالم الكهربية المفهوم اللي بيدي المغزى والروح والدراما في قصة الكهربية ايها السادة المقاومة المقاومة هي الجبهة المضادة لفرق الجهد واحلافه اللي ما الطيار والبطارية او المصدر اي ان كان هي اللي بتدي الاطارة وكمان الادارة ادارة الطيار ايها السادة حيث انه لو ما فيش مقاومة وفرضنا انك سيب الشاحن متصل فهتلاقي نفسك قاعد ترعش جنبه وصدقني دي اهل ما خوفك في السيناريو اكتر عدمية بكتير لو العالم ما فيهوش مقاومة كهربية وده لان المقاومة الكهربية موجودة في كل شيء بما فيها الهواء اللي بينك وبين الشاحن فهي حاجة موجودة في كل حاجة ماشى بمبدأ انا اعاجي معاكم كده تي معا مين معاكم لذلك لازم اي كلام عن الكهربية يتضمن المقاومة المقاومة بالاضافة لفرق الجهد والطيار هما اضلاع متلس الكهربية الاغظم اللي بنبني عليه كل شيء في هذا العالم وده اللي بياخدنا بسرعة الى بقرة الاحتاس علشان نصطدم بقانون اهم لكن قبل ما دخل في المعمع نسأل الاسئلة المهمة الاول هو يعني ايه قانون اصلا ولا يهمك حيث اننا واحدون كل حاجة من الصفر ما تقلق شيء تعال بينا نطلع في رحلة يا دوبك ونرجع تاني القانون ببساطة هو صورة مختصرة لقاعدات ما او تلخيص مبسط عن كيف تجري الامور المتعلقة بشيء ما يعني تقدر تقول ان القانون ده بيمثل ملف مضغوط لرغي نظر كتير جدا احنا في غنى عنه وخلي الموضوع ده بباله كويس علشان هنحتاجه قدام في طرق المذاكرة تعالوا بقى نطبق الكلام دوت على قانون اهم بتاعنا هتلاقي انه ليه صيغة رياضية بتقول ان الفي بتساوي الفر لو ركزت شوية هتلاقي ان نفس الصيغة ديت او الهيئة بتلاقيها بكل مكان حوالينا سواء دوار رياضية معادلات كيميائية او حتى قوانين تزيائية زي اللي عندنا ده والوضح قدامك هنا هو ان القانون دوت هو صورة مصغرة عن شيء كبير كأنه لملف اكبر او تلخيص لرغي اكتر وعلشان نفهم الموضوع اكتر تعالوا نحلل اجزاء القانون بتاعنا علشان نشوف بيتكون من ايه علشان نفهمه اكتر القانون بيتكون من طرفين بتفصل بينهم علامة يساوي اكد انت شايف الكلام دوت لكن اللي ما تعرفوش هو ان القانون بيمثل قصة كاملة عن محتوى فالطرف الشمال دوت هو السبب او بدايات القصة والحبكة والطرف اليمين هو النتيجة او نهاية الحدودة طبعا الكلام ده هتلاقيه معكوش لو انت بتكتب القوانين بالعربي يعني من اليمين للشمال لكن بيد القصيد هنا هو انك تعرف ايه العلاقة بين المعطيات اللي عندنا دي كلها علشان بو مجرد نظرة واحدة بس القانون صغير زي ده يعرفك حاجة كبيرة جدا كانت هتستهلك منك وقت ومجهود كبير جدا سبب في الشمال ادى الى نتيجة في اليمين تسلسل طبيعي جدا للاحداث لكن الاهم دلوقتي من هذه القوانين وهذه المعطيات هي العلامة الصغيرة اللي بين الطرفين دي علامة اليساوي اللي احنا مش واخدين بالنا منها واخدينها دايما فور جرانتد او مسلم بيها كأنها جاية مع ذلك ولكنها الاساس في اي قانون موجود عندنا عالم اليساوي ديت بتمثل عالم كامل من المعطيات ومن القوانين ومن القواعد اللي اشتغلوا عليها الرياضيين لسنوات عدة علشان تمثل كل قانون موجود عندنا علشان كده اليساوي دي هي اهم حاجة في كل قانون عندنا لذلك احنا لازم نبرسها كويس في الحقيقة احنا عندنا حلقة كاملة عن اليساوي في كورس الرياضيات لكن اللي احنا عايزين نقوله دلوقتي عن اليساوي ديت هي انها بكون في الشكل النهائي للقانون يعني في الفاينال برودكت او الوش الثالث بعد المحارة هتقول لي مين احس بتدي وش رابع وخمس هقولك احنا فوق قرس يعني اليساوي دي بكون في الصورة النهائية للقانون لكن قبل منها بيكون في نسخ بيتا كتير يعني في نسخ بالتجريب بتكون موجودة عن اليساوي ديت هي نسخ البيتا او النسخ التجريبية من اليساوي وده علشان هو بيمثل روح الفيزياء ان احنا بنقعد نجرب الاول وبعدين نستخلص القانون بتاعنا علشان نحطه في الصيغة الملأمة او المناسبة ليه علشان تفهم الكلام دوت اكتر هنقول ان العلماء في مرحلة الملاحظة بيبقى مسكين ورق او الام وبيقعدوا يدونوا اللي بيحصل وهم بيجربوا لكن عشان زي ما قلنا ان اليساوي ديت هي علامة نهائية يعني بنحطها في الاخر خالص بعد ما نستنتج القانون الحاكم للظاهرة وبدل ما يكتبوا نظر كتيرهم يعيزين حاجة بسيطة يكتبوها علشان تعبر عن العلاقات المبدئية بين المعطيات به فمسلا عمنا قوم وهو بيجرّب لا ان في علاقة بين الطيار وفرق الجهد حيس انه ان فرق الجهد كل ما بيزيد بيزيد معها الطيار وكل ما بيقل فرق الجهد بيقل برضو معها الطيار فكده في علاقة هو بين الطيار وفرق الجهد هنا بتظهر معانا العلامة اللائمة generous علامة الألفة أو علامة التناسب كما نقول هذا التناسب هو النسخة البيتا أو عالم ما قبل الذي قلنا عليه يعني تقدر تقول أن علامة التناسب هي شكل الذي يقومه هي صغيرة لأنه بعدها المعافل الذي نعرفه وعندنا نوعين من التناسب التناسب الأول هو التناسب الطردي الذي نقول عليه على الحلوة والمرة معه كما يوجد بين فرق الجهد لو فرق الجهد زاد الطيار يزيد معه ولو فرق الجهد أل الطيار يقل معه لذلك حتى تلاقيها في الصغر الرياضية بتاعتهم الاتنين على نفس السطر زي ما احنا شايفين كده نيجي بقى للنوع الثاني من أنواع التناسب وهو التناسب العكسي التناسب العكسي زي ما بقول الاتنين ماشيين عكس عكاس نقول الشمال يقوله يمين ومعه في قاعدة خالف طعرة حتى في الصغر يقضية بتاعتهم بتلاقي أن فيه واحد فوق وفيه واحد تعطي يعني دايما ماشيين عكس بعض ودي اللي بنلاقيها زي ما عمنا قوم بيجرب بين المقاومة والطيار كل ما بتزيد المقاومة الطيار بيقل وكل ما بيقل المقاومة الطيار بيزيد وهكذا دواليك يا ما عليك زي ما قلنا علشان تبقى عارف ان فيه علاقة عكسية بين الطيار وبين المقاومة وده اللي بيدينا القانون الاخير بتاعنا اللي هو الفي بساوي الاي في ار هي دي الخلاصة في علامة التناسب واليساوي اللي اكل ودمغنا فانت عندك علامة التناسب ديت هي اللي بتفسر لنا الخطوات اللي بيخضوها الى علماء وهم بتجربوا بين المعطيات المختلفة او هي الحتة اللي بتجيلك في الامتحانات بتاع الاسبتات لذلك بتكون معاها علامة التناسب الطردي او العكسي وهي اللي بنستنتج منها القوانين فانت دلوقتي فهمت ايه العلاقة بين علامة التناسب وعالمة اليساوي لكن باختصار نقدر نقول ان علامة التناسب ديت هي مجرد علاقة مبدئية بين شيئين يعني لو هنطبق الكلام دوت على ارض الواقع نقدر نقول ان علامة التناسب الطردي ديت ممكن تلاقيها في علاقة حب بين طرفين لكن علشان تتحول علامة التناسب ديت الى علاقة موثقة علاقة نهائية يبقى فيه عقد جواز عقد الجواز بتاعهم هي علامة اليساوي تمام زي ما يكون عندنا تناسب عكسي دوت يكون علاقة كراهية بين طرفين كل طرف ماشي في الاتجاه بتاعه فعلامة التناسب وقتها تكون تناسب عكسي ولكن علشان نوثق هذه العلاقة العكسية فاحنا بنحط فيها قانون طلاق او محضر عدم تعدي ده اللي بحط توصيق على هذه العلاقة كأنها عشان نحولها من علامة التناسب لعلامة يساوي وهو ده كل اللي موجود عندنا في القوانين علشان كده واحنا بنحط الصيغة النهائية للقانون بنحط مع علامة يساوي ده اللي بيرجعنا تمام لقانون اون بتاعنا وقلنا عارفنا بيجي منين وعرفنا انه بسبب انه في تناسبات بين العلاقات المختلفة ديت وعرفنا ازاي كمان التناسب دوت بيكون الحاجة اللي ما قبلها ليساوي بيكون في كل القوانين اللي عندنا الصغر يا دي بقى القانون القوم بتقول ان البي بيساوي طبعا عارفنا الموضوع ده وفهمناه ولكن مثلا ناخد مسألة بسيطة جدا وكل الكلام ده وبيكون تعويض مباشر يعني ولكن لو قلنا انه في سلك بيمر طيار مقداره اتنين امبير وفرق الجهد المواقعة لهذا السلك بيساوي سبعة فولت فاحسب مقاومة هذا السلك فبتعويض مباشر بسيط هتلاقي ان المقاومة بيساوي ثلاثة ونصف علشان موضوع المسائل دوت ما يكونش عقب بالنسبة لك فاحنا هنقضي الحاجات ديت بالتفصيل وازدى نتعامل معاها ولكن دلوقتي تقدر تبدأ بهذا المسلس البسيط اللي هو بيعبر عن طريقة حل كل المسائل اللي موجودة عندنا المتعلقة بقانون قوم تشوف انت مطلوب ايه عندك في المسألة سواء فرق الجهد سواء طيار او مقاومة لو انت عايز الفولت او فرق الجهد فانت هتلاقي النتج بتاعه هو حاصل ضرب الطيار في المقاومة لو عايز المقاومة هتلاقي ان هو حاصل قسمة فرق الجهد على الطيار ولو عايز الطيار هتلاقي انها حاصل قسمة فرق الجهد على المقاومة وبس يا سيدي ما تحفظ ولا تتعب نفسك هو المثلث الجميل دوت هو اللي يقللنا كل المسائل المتعلقة بقانون قوم لكن الأهم من المسائل هو أنت فهمت يعني إيه قانون قوم وفهمت إزاي العلاقات بتتم بين المعطيات وبعضها علشان بعد كده في موضوع الإثباتات ما تكونش تمثل عندك عقبة تذكر هي موضوع الإثباتات اللي عندنا دوت وعرفنا يعني إيه تناسب طردي ويعني إيه تناسب عكسي ويعني إيه مقاومة وإزاي إنهما الثلاثة مع فرق الجهد والطيار بيمثلوا المثلث الأعظم لعالم الكهربية لحلقة الجاية إن شاء الله هنتعمك أكتر في المقاومة ونأخذ مسائل أكتر بطريقة أفضل علشان نتعامل مع المسائل بشكل كويس جدا وما تنساش عندناك وزة لطيف خفيف ظريف لازم أن تحله علشان تتدرب على اللي أنت أخذته في هذا المحتوى العلمي الفخم الضخم علشان تقدر تثبت المعلومات بالشكل الأمثل في دمائك وحتى موعد العلم القادم ابقوا على علم واللي عنده أي أسئلة سيبوها في الكومنتات تقدر تتوصل معنا على جروبنا على الفيسبوك أو على صفاتنا على الفيسبوك أو على الأكاونت الشخص على الواتساب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته